مش كل طريقة جديدة بتطلع يبقى نازم لنفذها وتدينا النتيجة المردية طبعا بتختلف في القراء من حد للتاني والقلقاس من الحاجات اللي كتير قوي اختلفنا عليها يتغسل ما يتغسلش طيب بيتفرز كده بيتفرز السلق كمان بيتفرز ان هو بيتسلق في مياه لأ بيتخرط بالمخرطة تعالوا نشوفوا كل ده داخل الوصفة وهقول لكم على طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وطريقة امهاتنا الاصلية اللي هيطلع معاك الخضار الاصلي بتاع القلقاس وكمان هنعرف خطوة مهمة جدا وطريقة حفظه السليمة علشان مهما يعد معاك في التفريز حتى لو عدى الست شهور طبعا هيطلع معاك كأنك لسا مفرزة حالا مش هيطلع بقى سفنجي او بيشد ويعد وكل الكلام اللي بنسمع عنه ده يلا بينا نسمي ونشوفوا الوصفة بتاعتنا لو اول مرة زريني معاكم بسمة فوزي من قناة وصفة وفكرة ما تنسيش لو الفيديو عاجبك لايك وشير لكل احبابك ونوريني باشتراكك في القناة عندي كده كم حزمة مثال زي محضراتكم شايفين طول زي تلاتة غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في مية بخل وخدتهم حطيتهم هيلة بيلة كده في الحلة وهغطيهم حاجة بسيطة من المية وهحطهم على النار واسبهم بقى كده ونشوفوا الخطوة التانية في اسهل من كده اظن مفيش ولا هتخرطي ولا هتحمري ولا كل الكلام ده انا عملته كده علشان حبى اللون الاخضر يطلع كده بطبيعته ما ضيعهوش بقى في التحمير والتشويح مع الزين هناخدوا حزمتين الكزبرة الحلوين دول هننضفوهم طبعا وبرضو نفس الحكاية هنخسلهم غسلة كويسة بس هننقعهم شوية في مية بخل الاهم حاجة ان انت تخسيل الخضرة بتاعتك كويس جدا لان دي اكتر حاجة بتكون فيها اتربة وفيها بكتريا وفيها عاجة كتير وينع بالما كنت حضرت التوم وقطعت الكزبرة لقيت السلق كده خلاص استوى معايا يعني هتحس ان هي كده بقى كله لون واحد ودبل اخدت السلق كده بمعلقة او بمصفة وحطيت شوية مية صغيرين علشان بس تتحرك لي الخلاط ونعم معايا وبقى بالشكل ده طبعا اللون ده هيفضل عليه وبالعكس ده هيقدر اكتر واكتر في التزبيك اللي احنا هنعملها حطيت زي معلقتين كبار من الزيت عليهم معلقة كبيرة من السمنة انا بحب استعمل اللي اتنين لو انت حابة تستعملي زيت بس او سمنة بس برضو براحتك وحطيت راس طوم صغيرة زي عشر فصوص من التوم وملح وكزبرة مش اكتر من كده طوم يعني كزبرة هبتدي اضيف انت بقى عايزة اي طواب العادي ديفي يعني انا مش بقولك طواب المعينة انت ديف اللي انت حباها واللي انت عايزها هنا بقى حطيت الكزبرة وسبتها مع نفسها تغلي غلويتين في المادة الدهنية والطوم وعايزة اقول لك يا سلام بقى عريح كانت حاجة كده وهم طبعا خدت بقى الخليط بتاع اللي احنا ضربناه في الخلاط دوت السلق وطبعا بعد ما نعم معايا نزلته على الخطوات الحلوة اللي احنا عملناها بص هو خفيف ازاي انا بقى هسيبه يتسبك زي كاني تموطم هسيبه يتقل معايا خالص في الخطوة دي بقى انا هديت النور عليه وسبته كده مع نفسه وهنيجي بقى نقطع القلقاس القلقاس بيفضل انك تجيبي واحدة كبيرة وتبتجي ان انت تقطعيها وتقسميها علشان كلها تاخد سوى واحد لما بتعملي خليط كده مثلا ما بين واحدة واحدة بتبتجي ان هي حتة تستوي او واحدة تستوي واحدة لا لكن ده كمان يعني بيقابلني في لو بجيب واحدة كبيرة قوي واحدة صغيرة قوي اللي هي كأنك مالت من زين لكن لما بجيب الكل كده مقاس واحد وبتحس كده كله بنفس الحجم بيطلع مش اقول له معايا مستوي كله زي الفل بما اننا بقى هنفرزوا مع بعض فعادي انا هخلط كده التلاتة بتوعي مع بعض هقطعها كطع صغيرة الكطع دي انت على قد الحاجة اللي انت بتحبيتك لها كلها في ناس بتحبه كبير في ناس بتحبه صغير الاحجام دي براحتك هنا انا عملت ايه انا غسلته ده بقى اللي فيه اختلاف كتير عليه انه القاس ما بيتغسلش وانا مش جاية اقول لكم كلامه خلاص انا جربت ان هو ما يتغسلش لقيته عامل ريم كده والازواء منع الوش وميدي طعم وحش خالص طبعا الناس اللي هي مجربة وحباها طبعا الاكل او الحاجة دي ازواء فانا بس بقول لكم على تجربتي معي فانا لأ انا بخسله وبخسله بمية دافية لغاية لما شيل المادة اللازجة دي فيه خالص وبعد كده سبته يتصفى تماما وكمان نشفته بفوتة مطبخ نشفته تنشيفة كويسة معتبرة خليته كده جاف مفوش اي نقطة مية وحطيت نص لامونة او لامونة كاملة دي كمادة حفظة وهتحفظ لك على اللون بتاعه هتخله لك ابيض مش هيغمق خالص وكمان لو قاعد سنة او اكتر هيخله لك كده طولع زي ما هو مش هيبقى عامل شبه السفينجة كده تحت سنانك وخلص هنا هفرزهم وكمان هنفرز معاهم السلق كده هتاخذي الكيس زي ما هو كده هتطلعيه اظن ما فيش اسهل من كده بعيدا بقى عن وقفتك في رمضان والتعب والمجهود والمرحل الكتير بتاعة القلقس فاحنا كده بنفرز حتى لو يعني هتفرزي واحدة بس علشان طبعا الوقت والمجهود ده انت اولى به في عبادة او في صلاة او في تسابيع كل سنواته طيبين يا رب كده يجعل ايامك كلها ايام فرح وسعيدة وهنا ويبلغنا رمضان مرات عديدة يا رب لا فقدين ولا مفقدين بصوا هنا بقى انا هحط الكمية اللي عندي دي على قد التلات اكياس عشان انا عملت التلات اكياس والاس فهعمل التلات اكياس السلح حاولي بس ان انت يتطلعي الفراغات اللي هو منه علشان ما يخش الفليزر ما يعملكش كتل تلج واللون الاخضر ده يبتدي يخف كده من المية اللي وصلت له او من التلج اللي وصل له انا عملته معاكم اه على القناة ما كانش التفريز وكان برضو النتيجة بتاعته كانت حلوة قوي ان شاء الله هسيبها لكم في شاشات النهاية اللي هي المربعات الصغيرة اللي بتظهر اخر الفيديو وان شاء الله ده برضو هنطلعوه ونساويه مع بعض ان شاء الله في ايام الجاية ايام رمضان وما تنسيش بقى لو مش مشترك اشتركي علشان الايام اللي جاية هنعمل صفة رمضانية قوية جدا مستنية رأيكو في الكومنتات تقولي لي طريقة التفريز بتاعاتكو كده ولا ليكو طريقة مختلفة عشان ان شاء الله كلنا نستفاد من بعد ما تنسيش لايك وشير وتنوريني باشتراكك في القناة واسبكم في حفظ الله ورعايته مع السلام